في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموبرى بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان قامت مؤسسة حياة كريمة تفعيلا لمبدأ التمكين الاقتصادي بتسليم 22 كوشكا وتسري منح 71 قاردا بالإضافة إلى فحص 11 حالة لتقديم المساعدات للأهالي بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية وأكدت المؤسسة أنها تستهدف قلال الفترة المقبلة في كل من محافظات قناة وبني سويف وأسيوت عقد فعاليات لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا